قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بني وانغ إن البلاد توفر المئات من مقاعد الطائرات لرعاياها الراغبين في مغادرة لبنان وحثت الألاف من الأستراليين الذين ما زالوا هناك على المغادرة مدام هذا ممكن ووفقاً لوزارة الخارجية فإن جالية لبنانية كبيرة تعيش في أستراليا فيما يقدر عدد الأستراليين الذين يقيمون في لبنان بنحو 15 ألفاً وأعربت وانغ عن قلقها البالغ من تصاعد الوضع وأنه في حال إغلاق مطار بيروت فإن خيارات المغادرة ستصبح أقل